داخل ورشة للميكانيكا صنعت الأسطى أمل الزناتي لنفسها قلعة تتحدى بها صعاب الظروف التي واجهتها وذلك بعد أن عملت على تعلم مهنة لا يعمل بها سوى الرجال تنافس الأسطى أمل الزناتي الرجال في إصلاح الجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة بعد أن قررت التغلب على إعاقتها حيث ولدت من ذاو الهمم قصار القامة واستطاعت أن تتحدى كافة العادات والتقاليد حتى أسست محلاً لبيع قطع الغيار وورشة لإصلاح وصيانة الجرارات الزراعية في مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ أكثر من ثلاثين عاماً قضتهم الأسطى أمل التي تخطى عمرها خمسين عاماً بين أروقة المحل والورشة تعلمت فيها تفاصيل الصنعة كما ساعدت كثيراً من الشباب الذين تعلموا منها خلال فترة قصيرة مما جعلها صاحبة بصمة في ذلك المجال الصعب وبعد أن واجهت رحلة طويلة من التنمر والانفصال التنمر كان سبباً في منحها قوة وصلابة وذلك بعد قصة زواجها وانفصالها عقب خمسة عشر عاماً وظن الكثيرون أنها ستكون نهايتها لكنها استكملت حياتها ونجحت في مهنتها حصلت الأسطى أمل الزناتي على دبلوم فني صناعي قسم الملابس الجاهزة وبعدها قررت الوقوف مع والدها في محل بيع قطع الغيارات الخاصة بالجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة ساعات طويلة على مدار اليوم تقضيها أمل الزناتي وسط العمل في ورشة يحيطها من كل جانب رائحة الزيوت والشحوم وركوب الجرارات الزراعية لكنها ترى أن عملها هو الأمل في حياة كريمة بالنسبة لها